الطرامواي في الخدمة حتى الواحدة والنصف صباحا والمتر الجوي قريبا بالجزائر قرارات انبثقت عن الخرجة الجديدة لوزير النقل بجمع طالعي والتي قادته لتجارب وافتتاح التشغيل غير التجاري للامتداد الجديد لمتر الجزائر الممتد من حي البدر نحو الحراش والذي سيفتح أبوابه أمام الجزائريين يوم الخامس جوليا المقبل وستشمل هذه التوسيع التي تمتد على مسافة أربع كيلومتر على أربع محطات مقسمة بالتساوي على بشج الراح والحراش الوزير بجمع قام بتجشين الخط الجديد لترامواي الجزائر والذي سيمتد من قهوة شرقي نحو الدرغان الشرقي العاصمة والذي سينطرق الاثنين على الساعة السابعة صباحا وستمدد أوقات عمله حتى الواحدة والنصف صباحا طوال أيام شهر رمضان مع إمكانية تفعيل هذا التوقيت في الفترة الصيفية كما أعلن طلعي عن تذكرة موحدة بين وسائل النقل العمومية سيتم اعتمادها قاربا زيارة طلعي لمترو وترامواي الجزائر أعلن من خلالها عن مشروع نقل جديد والمتمثل في المترو الجوي مؤكدا أن الدراسات الأولى لهذا المشروع قد انطلقت والتجسيد سيكون قريبا كشفا عن توسيع حركة النقل البحرية الداخلية من خلال باخرة نقل شرق غرب ستوضع في الخدمة على مستوى الجزائر العاصمة قريبا نحن قاعدين نفكروا في ممكن أسلوب نقل غير التراموي ممكن نقل قوة لمترو آيريا اللي فيه بوكودا بونتاج ونحن هو في الأقطة الحالية ونحن في الدراسة هو شرق غرب في شهر جويلية باخيرات تمشي نورمال بصحف في العطلة الصيفية شرق غرب عن بنيان عن طريق البحرية وبخصوص التأخرات والتأجيلات التي أصبحت علامة مسجلة لدى قطاع النقل الجزائري أكد الوزير أن زمن هذه التأخرات سينتهي ابتداء من الفترة الصيفية الحالية